في الحياة بنقابل ناس وناس وقالوا في المثل الناس معادن فيها الأصلي وفيها التقليد وفيها المؤذي وفيها المفيد ولأن الحياة من غير ناس ما تنداس هنقابل كل يوم نوع من الناس ناس دهب وناس تانية لها العجب ناس زي الفل بتحب الخير للكل ناس جميلة تتصاحب وناس غريبة ملهاش صاحب ناس لئيمة البعد عنها غنيمة وناس رأية من النوع الفاخر وكلها هيوصفها من الآخر دكتور عمر الليسي في كلمة وردغطها دول بقى أوحش ناس ممكن تقابلهم في حياتك ناس أسكية وشاطرين جدا وعندوهم مهارات خاصة مش عند أي حد لكن بيستخدموها في حاجة واحدة بس في السرقة ومش في سرقة أي حاجة عادية لا متخصصين في سرقة الأفكار وحرامية الأفكار دول أخطر أنواع البناء قدمين اللي مش بيسرق جيبك ده بيسرق عقلك وجهدك وإبداعك ويمكن تلاقي شقة عمرك كله اللي انت حطيته في فكرة أو مشروع بيجي البني آدم ده اللي ما عندوش ريحة الدم في لحظة ويلطشه منك ولأن الأفكار بتعربش تحطها في بنك أو خزنة وتقبل عليها فبتكون أسهل حاجة ممكن تتسرق يعني حضرتك بتبقى قاعد في ندوة أو محاضرة أو مع مجموعة أصدقاء وبتحكي عن مشروع أو اختراع فكرة جديدة من إبداعك وفكرة ذات يوم يا عزيزي يتلاقي واحد من اللي كانوا موجودين بيحكي الفكرة على إنها من اختراع الحقيقة أنا عادة سنين أبحث وأفكر في الابتكار الجديد ده اللي هيعمل نقلة كبيرة في حد الإنسان فكرة جديدة تماما توصل طلبها بقريتي وإن شاء الله هتعمل زلزال في الوسط العلمي والتكنولوجي والفيزياء الفضائي هتعمل نقلة كبيرة كبيرة أو إن شاء الله والحكاية دي بتحصل كل يوم في حياتنا وحرمية الأفكار زي عبا عزيز دول منتشرين في كل مجال رسالة الدكتوراه يلاقيها صاحبها منشورة في كتاب باسم واحد تاني لحن الموسيقار يلاقيه باسم الملحن الفلاني أو مسلسل تلطش ويتعمل باسم المؤلف العلاني فكرة البرنامج تبقى قاعد تتكلم فيها مع زميلك وفعجة وإنت قاعد في بيتك تشوف موزيع بيقدمه في التليفزيون أو في الإزعاء وبنفس الفكرة لا والاسم كمان وإنت حتتجنن مش عارف هتعمل إيه ولو قابلت مرة حرام الفكرة وعاتبته حيقولك بمنتهى الثقة طوارت خواطر يا أمور معلاش حبيبي تبقى بقى كتسم لغيرك واللي سبق كالنبأ ويعني مفيش غيرك في البلد دي بيبدع وبيفكر أفكار جديدة معلاش يا أخوي يلا تعيش وتاخد غيرها يا حبيبي يلا مع السلام فعلا تعيش وتاخد غيرها طول ما انت مش بتداري على شمعتك وبتحافظ على أفكارك وإبداعاتك وطول ما انت بتفرد بحقك حتتسرق وحيالها في حرامية الأفكار فكرتك ويعملوها ويعلنوها قبلك وأنا أعرف ناس كتير ياما ويقعوا في فكرة حرامية الأفكار لأنهما ما سجلوش إبداعاتهم ولأنهما ما لاجهوش لجماعيات وهيئات حفظ حقوق المؤلفين والمبدعين وعلى فكرة حرامية الأفكار مش بس في الاختراعات أو الأبحاث والأعمال الفنية ده في حرامي الأفكار ممكن يبقى عامل زي حرامي الغسيل حرامي رخيص على قد حاله بيسرق كده على الماشي والنوع ده بيغيز جدا خصوصا لما يكون قريب منك أو زميلك في الشغل ويكون حكيت على فكرتك بينك وبينه وفجأة يقف الاجتماع يقول فكرتك للمدير عن أنها فكرته هو وتلاقي كل الناس بتحييه وكمان بنسقف له على فكرته العظيمة أحاضرتك يا عيني حتموت بالغيز وبقى ما اشتكت وقلت أنها فكرة ساعدتك حيرد عليك بمنتهى السماجة ويقول لك خلاص بقى عمورة مش قلت لك دبقى فوقك وديسام لغيرك وعلى فكرة بقى الفكرة اللي قلتها دي بتاعتي مش بتاعتك أنا حطيت عليها شوية إضافات من إبداع الشخصي خلتها فكرة تانية خالص وبعدين أنت تستخسر إدتك فكرة صغيرة فاخوك وحبيبك عبا عزيز عبي عمورة وحرمية الأفكار اللي زي عبا عزيز دول ممكن يعملوا أي حاجة لأنه ما عندهمش مبدأ ولا ضمير ممكن يبيعوا فكرتك وإبداعك لأي حد لا 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 والله كده انت حتزعل منك عمورة انت في ديبة ملكش عاد حرمي الأفكار ما له الشكل معين ولا لي بصمات ممكن نستدل بيها عليه هو موجود زي البيروس يستنى اللحظة المناسبة واتسلل بهدوء وانتشر ويستمر ويتوغل لغاية ما يسرق عائلك ربنا ينجينا منهم ويهديك يا عبا عزيز بزمتكم ده تقولوله إيه وتتصرفوا معاه إزاي ابعتلنا تعليقاتكم على صفحة برنامج كلمة ورد غطاها مع عمر الليسي حكاياتكم مع أنواع الناس اللي بتقابلوها في حياتكم حنتكلم عنها في كلمة ورد غطاها ولغاية ما نتقابل تاني أسيبكم في أمان الله كلمة ورد غطاها دكتور عمر الليسي الكاتب الصحفي محمد الشبه أداء الفنان أحمد صيام إخراج تامر حسني